موسيقى يعني عايزة نضف المرار خراج عايزة فضي وارتع لما الكتاب بقول اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم هل ده كمان جزء مثلا انه يعني بصم انه ما اخليش الامر لتاني يوم بالضبط اني نتيجة الغضب مش فيها كراهية مش فيها خصام لا انا هاخد خطوات بس ما يكونش فيها خطأ في ناس كمان بتتردد في اخذ قرار الغفران ناتج من توقع رد فعل مش هيقدر يعني الناس مش هتفهم مش هتقدر مش هيرد رد ايجابي طيب الكلام ده في العلاقة بيني وبينه بس انا نفسيتي علاقتي بربنا جسمي فالقرار اللي بنسميه ده البعد الرأسي شكله بيني وبين ربنا مش متوقف مش هيفه ومش هيحس لكن انا مش منتظر ايجاب ايجابي يقولك مش هيقدر انا انا عايز انقذ نفسي انا عايز انقذ اباديتي فعشان كده انا سوري ده شغل في قلبي مع ربنا مش معاه هو ان ممكن يبقى هو مات عمي ظلمنا في المرس ومات لكن انا خزنا احساس الظلم فانا عايز اخلص من هذا الاحساس مش معاه هو مع ربنا رب عايز اترك من قلبي احساس الظلمة والقلم بتاعه من عمي انا بسامح عمي وارتاح او شخص مش بشوفه تاني اشتركوا في القناة